الأحمر، لون تير مليئ بالعواضح استخدمون قدماً مشا يعبروا عن السلطة بالقوة والغنى بس يا ترى الأحمر اللي عنا شوفه يعبرنا عن حب، الحرية، الشهوة، الشهية، الطاقة كل شي بيعتبه لده الأحمر من وين هلأيه؟ يا ترى الأحمر هو صورة شفتك؟ طيب على الشفة يا ترى تعبرنا عن شو؟ عن الكلام والتعبير لما بتتحرك ولا عن العواضح لما بتبتسم أو بتزعل ولا عن حب لما بتطبق يا ترى شفت مين؟ مالي مورو لأندي وراء؟ ولا هاي كل العواضح عبارة أهام وهي ما أنا شفة هي عبارة عن تفاحة تفاحة؟ يا ترى هالتفاحة حكينا عن شو؟ عن فوائد التفاح ولا عن رمزية التفاحة بالجنس وربط باستدارة التفاحة وثنين امرأة ما منعرف، ممكن هاي الخطيئة الاصطيئة بس كيم كنا نعرف؟ حسب كيم كان تفاحة صحاً؟ الأول عالضحة، شجرة طيب وش شجرة؟ هل بتعطينا معاني زهيبة لو لا؟ هل هي الحضارة الاستهلاكية الحديثة اللي بتوصلنا للنتائج من دوما نمر ركاكة مراحل النمو؟ هل هيرمز لبنك الربح السريع؟ أو هيرمز لطفل النبو؟ كيشي بيعتمد وين هالشجرة؟ بتجني؟ بين آدم وحوا؟ يمكن، آدم نظرته كثير، فيها صفة بين محواب، بيّن انه من نظر طهنية عم تغوي، بس ما عم تغوي آدم، ما نطلق علينا، يمكن عم تغوينا، يمكن هي إحوارة عن نظرة البنت، اللي أنا صورتها وتغتلها، ظبطي حالك شوي، ما بيبهلولي السورة، بيقاش أكوش أحالك، يمكن هاي السورة بتأسفينها بالشي، وتأسفينها بالشي تاني، إذا كانت بالإيطار أخر، إذا كانت إعلان تجاري، لأعطر نينا ريتشي، هكين تفقد كل معناها الفلسفية، يمكن الصورة هون عم تحكي لنا عن الفترة اللي بيعطوها الزوجين، سعيدين المسر، وهنين عم يتفرجوا على التلفزيون، يمكن عم تحكي لنا عن كمية اللي بيعطوها، ويطرعوا بوش بعضهم، عنطرعوا على شاشة، طيب كيف عرضتهم أن هنين زوجين، مسكين إهدان بعضهم، في تجانس، في هاربوني، في خاتن، عجب عالينو اليمين، ولا ليسا، في دول متخط على اليمين، في دول عالين يسا، عنا بتعطينا معلومة، ولا عم تحكي عن الخبر، الخبر، والمشاكل الزوجية بأوروبا، التي جد الخبر، إذا طلعنا على هالإهدان من نظرة أخرى، من 180 درجة، عجب تعطينا معلومات دينية، وين هنين ساكنين؟ عجب هنين بأورتين، ولا ببيتهم؟ هل الدرجة يعطينا معلومات عن فئتهم الاجتماعية والاقتصادية؟ هل السجال هو هون رمز للاستقبال، ولا هو السجال اللي ينحط في الحفلات الرابصة؟ ممكن، رأس، في الرأس، في عنا كثير أنواع، فالس، طنقو، طيب ليش الطنقو تلتبط بالدون الأحمر والأسود؟ الأسود، نتيجة ارتباطه بالزنوج، اللي هنين على عكس الاعتقال هنين رأس للطنقو، والأحمر ارتبط بالبردال بالأرجنطين، اللي هنين عبارة عن بيوت الدعارة، اللي كان فيهم أشخاص برؤس الطنقو في انتظار السمون الجديد. طيب، وهل عصية الطنقو؟ هل كيف عرفنا أنه هناك حركة الرأس؟ عرفنا هالشي عن طريق انه شفنا فيه أجزاء من جسوم مايواطع، مغبشينا لنعم تتحرك؟ طيب، هل عبارة على الأرض؟ شون يعطينا معلومات جديدة؟ كلها عبارة عن وجهة النظر، خلينا نرجع نشوف كل الأشياء، ولكن بنظرها مختلفة، أحمر، الأحمر ممكن يكون كمان، والعرف، والغضب، والأنانية، والحرب، والنار، والشيطان، والدم، الدم، الألم، الجرح، طيب، هالجرح؟ وين؟ وهالجرح؟ بمين؟ الجرح، اللي همنا نعرف هو بأي جزء من الجسد، هل هو الجرح المعمول لهدف إيجابي؟ بهدف الاستشفاء؟ أو هو الجرح بهدف سلبي؟ بهدف الهتب؟ بيعطرها هالأداة اللي عم بتسبب الجرح؟ هي خنجر؟ ولا سكينة؟ ولا أداة طبية؟ ويعطرها هدا الشخص، هو نفسه اللي عم بتجرح حاله؟ ولا في شخص داني؟ نحن بحاجة لجوارد؟ في شخص داني، في إيد داني، بس يعطرها هالإيد الدانية، هي هيد أنسة؟ ولا هيد ذكر؟ ويعطرها هي عم تقتلهم بالدام؟ ولا منورة، عم بتشوفه؟ ولا بالغدر؟ بدافع الحب؟ ولا بدافع الكرر؟ ما منعرفه؟ إذا أرجعنا، طلعنا مرة أخرى، لصورة منعرفة، لصورة قادمة محورة، شفناها عن طاطية الدفاحة، بس جبنا إيدها كسال وين كانت؟ ما شفناها، كان لازم نركز أكثر، لنلاحظ أنه إيد الياسار كان في خنجر في أميه، بس لو المصور راتيبتو شوي، كانوا أرجانة، وهي الحب بتحول لحفظ، والحياة بتتحول لأموت، وكل الصورة تتغير بنظلتنا للصورة، يا طرى العين اللي عم بناكس عالقوبة وتبع المشهد السابق، يا طرى ليش عم تبكي؟ لتأثرة بالمشهد، وللخلفيتها الثقافية والإنسانية والنفسية، يا طرى اللي بنعرف هاي الإنسانة، ولا ما بنعرفها؟ المجهولة، ولا شخص نعرفه؟ إذا جاءنا طلعنا على قبل الماضي، كان مزكين إيدي بعضهم، ولكن هل شكنا وجوهن؟ هل تأكدنا أنه هذا الزواج كان زواج سعيد، فقط لأنه شكنا مزكين إيديهم؟ ولا تحولت الصورة لرمس الزواج السعيد من الخارج، ومن جوه فيه بثير تعاسي وهلم؟ إذا جاءنا طلعنا مرة تانية، على صورة رأسة الدمرو، هل نعلم تأكدين أنه كانت رأسة؟ شكناه لعب يتحركوا، ولكن ما ممكن تكون صفعة، ألم، لتذكر لنا ألم الحياة الأمرأة الأرجنطينية هي من الأرض، ممكن، كل الأشياء التي شتناها، ممكن تحمل كثير وجوه، حتى الأشياء المجردة التي شتناها، ممكن تحمل كثير وجوه، شتنا اللون الأحمر بكذا محال، شتناه بالورد، اللي ممكن يحمل تفاصيل الحب والحرارة والزواج، وممكن نشوفه بالدم، اللي ممكن انغربت بينه وبين الورد على الأرض، اللي يحملنا معاني سلبية في ألم، وتغط، وتوتر، وحفظ، أحمر مرة تانية، ولكن ما نعرف الأحمر من وين، ممكن يكون أحمر دفاحة، ممكن يكون نسيج بشري، أنا أطقطب واحد بالعمليات، ممكن يكون عبارة عن فطعة من وردة، هاي الأسئلة كلها، قد انتو فيتقوا نجاوبوا عليها، بس أكيد حتى تجاوبوا عليها، أحمروا بكل تأثيرات الصور المرأت زابقا، وبيضط بين الجزء اللي بيشوفه من الحدث المصور، والجزء اللي بلططه، والصورة اللي بتنطبع، والإطارة الموجودة فيه، وإن إحنا تأثيرنا، وكاريخنا، ومسيطنا على الصورة، ببقى العلاقة بين الصورة، والموصدنا، وجه الوصد. ترجمة نانسي قنقر